لماذا ندرس التوحيد؟ ثم سؤال يأتي لك كيف نحن التوحيد؟ حتى ندخل الجنة لأن الجنة داخلتنا مال التوحيد وحتى لا ندخل النار وحتى لا تكون الأعمالنا باطلة وإن لك أمالنا باطلة حتى تقبل الأعمال وإن لك أمالنا قابلون نعم ثم أن الشيطان يضع شباك يصطاد بها الناس شباك الشرك تشيطانا للحصول على صهمة شبك آماله الشرك لو بعدما ي Fatal نعم وإذا كان wil معنى ذلك وَالَّذِ يَمُوتِ نَسْرَعَ وَالسّلَامِ أَلَى شِرْكَ الْأَكْبَرُ وَخَالِيُنِ اُنْهَلَا الْمُحَالِمَ لِلْنَارِ هَعْظَمَ المُحَرَّمَاتِ يُevên الذي أبداの أحد يوذhesia ويوذ cul sogenan المترجم للقناة